لم يتأخر متظاهر العراق بالرد على حكومة الكاظم التي وافقت عليها الأحزاب بعد مخاض عسير وعسط والقادسية وبغداد وذيقار ومحافظات أخرى شهدت زخما شعبيا بعد فترة جمودا مؤقتة دخل بها المتظاهرون طواعية بعد انتشار فيروس كورونا تعرض المتظاهرون وفي أقل من أسبوعين لانتهاكات من القوات الحكومية والميليشيات لم تقل عن تلك التي كانت في فترة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وبينما وعد الكاظمي بعدم استخدام القوات مع المتظاهرين وحمايتهم واجه متظاهر واسط العنف بعد قيام القوات الأمنية بفضل تظاهراتهم بالقوة في حين أكد ناشطون خبر اعتقال أربعة من زملائهم في القادسية بتهم تتعلق بالاشتراك في التظاهرات في البصرة لم تمتنع ميليشيات أرولا عن قتل وإصابة المتظاهرين الذين يؤكدون على ضرورة محاسبة الفاسدين وانحسار دور تلك الميليشيات وغيرها أسئلة كثيرة يبدو أن حكومة الكاظمي لا تمتلك الإجابة عنها أو القدرة على الإفاء بتعهداتها بنزع سلاح ميليشيات وإنهاء نفوذها وعلى العكس تماما فبدلا يرسل الكاظمي رسائل تطمين للمتظاهرين قام بزيارة هيئة ميليشي الحجد التي يتهم المتظاهرون زعمائها وعناصرها بالمسؤولية عن عمليات قتل وإصابة الآلاف من المتظاهرين واغتيال واختفاء عشرات الناشطين في ثورة تشرين وما سبقها من حركات احتجاجية السلطة والميليشيات والقبعات الزرق التابعة للتيار الصدري والأحزاب السياسية وحتى دول خارجية على رأسها إيران كلها أطراف تظافرت بشكل مؤثر جدا لإجهاض التظاهرات في العراق لكن المتظاهرين يؤكدون في المقابل أن الموجة القادمة من التظاهرات في الثلاثين من حزيران القادم ستكون ثورة شعبية عارمة باتجاه المنطقة الخضراء مركز ثقال النظام السياسي